ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله اللجنة العلمية التي يحتكم إليها بخصوص القرارات التي تهم الحالة الوبائية بالمملكة حيث تم تحديد فترة الترقب في أسبوع واحد وشددت المصادر على أن اللجنة العلمية ستعرض خلاصتها على الحكومة حول الحالة الوبائية عقب تسجيل ارتفاع مضطرد في الإصابات خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل تهاون كبير من لدن المواطنين في التقيد بالتدابير الوقائية وينتظر أن تعلن الحكومة الخميس المقبل أو نهاية الأسبوع على أبعد تقدير قرارا جديدا يخص تشديد التدابير الوقائية والاحترازية بينما تم ملاحظة أن السلطات الأمنية من شرطة ودرك شرعت في تفعيل تدابير التشديد عبر الطرقات خلال نهاية الأسبوع الجاري بعدما سبق للحكومة أن أعلنت عن السماح لحميل جواز التلقيح بالتجوال ليلا وإلغاء ورقة التنقل بين المدن نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب